خرج ألف المتظاهرين إلى الشوارع في عدة مدن رئيسية في أنحاء العالم للمطالبة بوقف إراقة الدماء في قطاع غزة وذلك مع اقتراب حلول الذكرى السنوية الأولى للعضوان الإسرائيلية هذا وشارك نحو أربعين ألف متظاهر في مسيرة وسط لندن وتجمع ألف آخرون في باريس وروما ومنلا وكيبتاون ومدينة نيويورك وأقيمت مظاهرات أيضا بالقرب من البيت الأبيض في واشنطن احتجاجا على دعم الولايات المتحدة لإسرائيل تزامنا مع الذكرى السنوية الأولى للعضوان الإسرائيلية على غزة حيث القتل والدمار والتجويع والحصار الذي شهده القطاع خرج ألاف المتظاهرين إلى الشوارع في عدة مدن حول العالم للمطالبة بوقف إراقة الدماء في قطاع غزة إنه الحرب الآن الآن حتى تتوقف الخسائر وحتى يتمكنوا من استئناف حياتهم والحصول على طعام ومكان للعيش وماء للشرب لأنه إذا لم تقتلهم الحرب فسوف يقتلهم الجوع ألاف المتظاهرين شاركوا في مسيرات في وسط لندن وفي باريس وروما ومانيلا وكيبتاون ومدينة نيويورك وبالقرب من البيت الأبيض في واشنطن أقيمت مظاهرات أيضاً احتجاجاً على دعم الولايات المتحدة لحليفتها إسرائيل في العدوان على غزة ولبنان تنديدات هنا وهناك للمطالبة بوقف استخدام الفيتو الأمريكي في المحافل الدولية ووقف المساندة السياسية والعسكرية لإسرائيل في المنطقة وما ترتب عليه من تدمير القطاع المحاصر وتحويله إلى ركام وتجويع أهله لمدة عام كامل المتظاهرون رفعوا لافتات تندد باستمرار العدوان الإسرائيلية على أهالي غزة الأبرياء رافضين تعنت الاحتلال الإسرائيلي وضربه عرض الحائط بالقوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة